اشتركوا في القناة 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 أحدك قلت أن الفدان يتكلف ٤٠ ألف وفيه حد تاني قال أنه هو ٢٥ ألف لكن الكهرباء عالية جداً ومية عالية جداً واحد تالت قال أن التكلفة ٦٠٠ ألف يستخدم الحاجات المكسيكية التي فيها الشاشة والكلام ده كله إحنا لو المنتج بتاعنا بيغطي الفدان مثلاً ٢٠ ألف أو ٢٥ ألف هل ده هيكون مبلغ كويس بالمسبة لحدك؟ مبلغ كويس ويستغل التجربة ٢٠ ألف مش مشكلة بالمزرعة بالحجم مزرعة مثلاً بحجم فدان؟ بحجم فدان إحنا نتحدث عن ٤٠ فدان عندنا فيه كذا طريقة من الراي عندنا راي غم وراي رش ومعنى الأقطاط يستخدم كذا طريقة لأنه ليس يفعل معنا عشون ألف مثلاً لو كلنا بيت يحتاج إلى طريقة راي معين؟ هو عامةً فيه الكبار يستخدم شركات رش حسب النوع وبرضه محصيل الحقلية يمشي فيها الرش ويمشي فيها الطنقيت من نسبة الغمر الغمر ليس جيداً الغمر ليس جيداً في كل أراضي الغمر في الصفرة يستحالة من تساس فيها غمر إلا إذا كان تبزير ببرضة رهيبة لأنه فيوصل أخر الأرض يستخدم شليع أما بالنسبة لأراضي الطنية فالغمر ليس أحد أساس فيها لأنه كان المياه يفضل فترة طويلة فيها وصل إلى ١٤ و٤٠ ميات وعند ٢١ يوزف في بعض الأرض أمير نعم هل يمكن أن تستخدم هذه بادية لا لنستخدم هذه الشبكة التقليضية الشبكة التقليضية الشبكة التقليضية ترفع من شبكة الرش وقد تتكلم عن ٤٠ ألف تقريباً ٤٠ ألف تقريباً ٤٠ ألف تقريباً تجهزات الأساسية لكن مش هايفر معك لفة خرطوم بربعمية جنيه عشر لفة أربعة تلاتة شايفر كتير لكن الشبكة الأساسي بتاعها هو اللي بتتلفها بذلك خرطيم يعني الشبكة الخرطوم مش غالي مش هايفر كتير معي ازا كان فدان ازا كان خمسة لكن الشبكة مش هدوخها اكتر من خمسة تسممه قطعة واحدة في المزارة وفي مزارة تانية بتعمل الشبكة بتكلفة اعلى بشوية بتعمل القطعة عشر فدانين فيه ناس بتعمل القطعة عشر فدان زي في شركات عشر فدان نترون نعمة بتعمل القطعة عشر سبعين تمانين بيليش عن كده بس ها مضخط المياه عالي و الشبكة نفسها متكلفة جامع بس كنا قولنا شوية ان هال فدان باربعين ها فدان باربعين في العادي لكن كل مستوىات اي 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 الا عادي ده مالش العادي ده هي المزارع التقليدية بيزرع خضار بيزرع فاكهة او لكن مثلا زرع صنف جديد محتاج مية باستمرار هتشغل الشبكة كل يوم فيه ضغط جامد على الشبكة كل يوم فمحتاج ان انت تكلف تكليفة عالية عشان تدربتها يعني في الحالة دي بدل مهاتر وعندما فيه ناس بتاخد مثلا متقدر ارض خمس سنين فمشهور مش محتاج انه يشتري شبكة بـ 200 ألف يعني لو محتاج شبكة بس تمشي خمس سنين بالزبط وبعد خمس سنين ما يحتاج انهي شي حاجة من الارض اه 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 يعني الحدريك فيه نظامين فيه نظام اللي هو ٤٠٠ الف لفدان واحد اللي هو الفودار وحتاجات العادية و ٤٠٠ الف لخمس فددين ٥٠ ١٠ طب مش داي känنى اوفر ما يقع اوفر صندي؟ بس ما بيعيش اللي هو ٤٠ الف لخمس فددين صراح ٥٠ مش هاي اللي هو اساس اللي هو اساس متقدك مشاكل بقى المسائل الموصيل النفسية تبدل تضرب اه الواصلات نفسها بتدبرم يعني أصدقائك أنه يدفع خمس فددين أربعين ألف بس الحاجات يعني الخوالطة بتاعتها مش كويسة الجودة أوليلة يعني أنت ممشغل حاجة هي طاقتها مثلا أنها اتنقل متر رمل مثلا المكان لمكان تمام بتشغيلها اتنقل لعشرة متر آآ وإيه متر رمل ده؟ متر مكعب آآ متر مكعب تمام هيل جدا يعني حما لو حطينا المنتج بتاعنا دوت هيبقى هيل بالنسبة حديك أن تشتريه لو مثلا بيتكلف عشرين ألف للفدين عشرين ألف بالنسبة لعشرة مشكلة مشكلة خالص ومثلا لو مثلا فيه دمان ثلاث سنين دي حاجة تشجعك آآ طبعا هيل جدا هل فيه أي مخاوف ناحية المنتج بتاعنا إنه هو يعني تكنولوجيا جديدة آآ ويرلس فيه برنامج بيطلع لك على الكمبيوتر بتشوف فيه هي المعلومات اللي عايزها هل الكلام ده كله هيسبب بالنسبة لحضيك ألأ وكده أو محتاج مثلا سبورت أو عمال متضربين بالاستخدام المتاج بتاعنا عمالات اللي حد ننتج صبرات والنباتات عندنا كل مجموعة بتحتاج راي ومتخصص التخصص نفسه في الراي هي بقى من نسبة لنا أوفر بكتير لأن احنا في نباتات بنضطر ان احنا يسقيها بالفرطون ننفعش يسقيها بالشبكة لأن لو واحد خاد مية زيادة شوية هيبوف آآ تمام والصبرات تفرق شوية فبنسبة لنا هي تبقى التكنولوجيا أوفر بكتير لأن لو عندنا نباتات نادرة وغالية صح لنسبة الموت كل ما المية تزيد كل ما هي نسبة الموت تعليم طبعا الكتنولوجيا هتساهم معنا في حفظ نسبة الموت هيل جدا هيل جدا متشكل جدا لحضرك بس لنكتر منها كشوحا نحن نحن نهاردة في كوليد زراعة جامعة الفيون معانا أستاذ دكتور سناء هورين هل أحضر بحضرتك؟ أولا هل أحضر بكم أنا سعيدة جدا بكم وربينا واتفائكم في المشروع التي تعملوه أنا سناء هارون وأستاذ النيفاتولوجي والماليكيو الأربالوجي ومديرة معمل الباية تكنولوجي في جامعة الفيون كلية الزراعة أهلا بحضرتك احنا كنا بنقدم منتج نظام ري زكي باستبدان الوارس سنسور نتورك هي تكنولوجيا جديدة احنا بنستخدم السنسور في التربة عشان إمتة النبات بيحتاج مية وكده احنا ما بنحتاجش العمالة وبنوفر كمية المية من خمسين لستين فرمية وبنوفر الباور وهو بيبقى متناسب مع جميع أنواع النباتات وفي المناف وفي جميع أنواع التربة فاكننا عايزين نعرف تصورات حضرتك عن منتج زي ده لو قدمناها ايه تصورات حضرتك عنها انا اعتقد ان ده موضوع مهم جدا جدا في مصر ومهم جدا في الزراعة بصفة عامة وفي مصر طبعا بصفة خاصة وخصوصا ان المية بتقل سنة عن سنة وطبعا المشروع اللي هو يعني اليومين دول اللي هو مشروع سنة النهضة ده ممكن برضو يسبب في كمية المية لدخلها مصر زائت طبعا بصفة عامة المية هي الحياة فانا اعتقد ان ده يعني انتو اخترتوا فعلا موضوع مهم ومشروع مهم واتمنى فعلا ان ربنا يوفقك فيه يعني دي نقطة النقطة التانية برضو الاستغلال السليم للمية لان احنا عارفين المية دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى فاحنا فعلا الاستغلال الصحيح للمية احنا محتاجين بصفة عامة فاعتقد ان المشروع مهم جدا في الوقت الحالي طب ايه اللي احتاجات في الحدريكس اجام من منتج زي ده لما اكتب ان تستخدمينه انا اعتقد ان منتج زي ده هيبقى ليه سوق كبير جدا لسبب الاسباب اللي انا وضحتها في السابق زائد طبعا احنا حاليا معظم يعني معظم الانتاج معظم الزراعة في مصر حاليا بتتجه للصحرة الصحرة فيها كميات مية وليلة نعم بما فيه يعني ترع مثلا جاية او وصلات جاية من النيل للصحرة ولكنه او بيستخدمه نياه الابار يعني بيكون فيه كمية المية ليلة جدا فبالتالي اعتقد ان منتج زي ده لو باذن الله باذن الله ربنا يكرمكم ثبت فعالياته انا اعتقد ان ده مشروع هيبقى مشروع حيوي جدا وانتي عارفة ان مصر بطبيعتها ارض زراعية او يعني الزراعة بتتركز فيها في جميع انحاءها فاعتقد ان حاجة زي كده هيكون يعني الفيدنج منها مهم جدا وبيضو بردو هيكون كمية المبيعات او كمية الاتجاه لشراعها كبير جدا في مصر طيب انا عارفة من حضرتك ايه المخاوف اللي ممكن تبقى متوقعة من منتج زي ده استخدامه؟ انا ما اعتقدش ان فيه مخاوف ليه؟ لان انتو يعني كما فهمت ان انتو بتستخدموا حاجة ما فيهاش اي نوع من انوع المخاوف يعني ايه يعني باذن الله يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن ينتج منها مخاوف ان يحصل تعطيل بطريقة معينة في الجهاز ونتيجة للتعطيل ما يكونش فيه متابعة مباشرة من الكاستمر نفسه فيعتمد على ان مثلا بيحصل رايي بصفة مستمرة فيحصل دراينس للنباتات لكن انا اعتقد ان اي بنيفشري او اي حد هيستخدم هذا الجهاز هيكون فيه متابعة بصفة مستمرة منه فبالتالي لو فيه اي ديفيكت فيه استخداماته ممكن مباشرةً هيتابع وهيتكلم عليها وممكن يلحق أي نبات من عملية نواق يحصل دراينس فيه لكن ما فيش أي نوع من النوع المفاهمة هل تتوقع نصها نسبة المبيعات من المنتجة وده لما ينزل؟ نعم نتالي مية في مية طبعاً لأن معظم ليه لأن إحنا زي ما أنا بقول الزراعة دلوقتي معظمة متجهة للصحرة والصحرة بتحتاج لعملية التوفير في المية لأن المية غير متوفرة في الصحرة فأعتقد أن فيه ناس يعني يعني متعاني 100% من الناس ستبقى محتاجين نحن نشكر حضرتك على رأيك لا الله يخليك يا فردك والله يخليك وربنا يوفقك وأنا أعتقد أن ده مشروع مهم جداً جداً في الوقت الحالي ودايماً مهم لأن فعلاً إحنا في حاجة لكل قطرة مية في مصر نحن نشكر حضرتك على رأيك وبالتوفير بإذن الله أحب أخذ من حضرتك رأيك هل هي البداية الموجودة في السوق بدل نظام رأيك لحما المستوردة؟ هي البداية الموجودة كلها مواظمة مستوردة غالية جداً جداً بيتكلف الفلاحة والمزارع مبالغ كبيرة فأنا أعتقد لما يكون منتج زي ده يكون منتج وطني هيكون السعر أقل من كده بكتير يعني ده هيبقى مفيد جداً شكراً جداً شكراً جداً نحن نحن نفذارك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر